عند العمق العربي سيد سفير النظب لنتابع هذا تقرير يوما بعد يوم تتوضط العلاقات بين مصر وشقيقاتها من دول الخليج العربي وشهد عام 2018 طفر على الصعيد الاستثمارات الخليجية في مصر والتبادل التجاري والتي تعد تدويجا للتقارب الشديد في المواقف السياسية تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية المزيد في التقرير التالي التعاون المشترك في ظل الاحترام المتبادل لخصوصية كل بلد يعد هذا المبدأ هو ابرز ما يميز علاقات مصر الخارجية خاصة علاقاتها مع اشقائها من دول الخليج العربي سواء على الصعيد الثنائي او بشكل جماعي مشترك ويطفي البعد التاريخي عمقا وتأصيرا للعلاقات المصرية الخالجية حيث تتواصل مواقف المساندة والدعم المتبادلة عبر السنوات المتتالية وخلال عام 2018 تواصلت العلاقات على مختلف الاصعضة بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان على نحو يعكس رغبة حقيقية في تحقيق مصالح شعوب هذه الدول التي تأخذ شكل الحلقات المتداخلة والمتشابكة معا وتمثل الاتصالات والمشاورات السياسية الحاضرة دوما على مستوى القيادة في هذه الدول دافعا لتوسيع دائرة الاستفادة المتبادلة عسكريا وأمنيا واقتصاديا وثقافيا وفي المحافل الإقليمية والعالمية ويعد موقف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب نموذجا على الموقف السياسي المبني على حقائق جعلته يصمد في مواجهة الادعاءات القطرية المختلفة حيث أكدت العواصم الأربع مرارا على مطالب واضحة على نظام الدوحة أن يلبيها إن كان يريد حقا العودة إلى الإجماع العربي التعاون العسكري بين مصر وشقيقاتها وأصدقائها يعكس بشدة المبدأ الراسخ بأن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ويؤكد حرص دول الخليج وغيرها على المشاركة مع مصر في تدريبات عسكرية رفيعة المستوى ومتعددة المهام كنتيجة طبيعية للطفرة التي استطاعت القوات المسلحة المصرية تحقيقها مؤخرا في مجال العتاد والتكنولوجيا العسكرية الذي يتسم حاليا بتنوع مصادره بالإضافة إلى كفاءة الجندي المصري نتيجة التدريب العلمي المتواصل وفق أحدث النظريات العسكرية والاستراتيجية العالمية وفي ظل تعافي الاقتصاد المصري الذي يسير بقوة شهد عام 2018 ازدهارا في العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية حيث تجاوزت الاستثمارات السعودية في مصر ستة مليارات ومئة مليون دولار حتى منتصف العام فيما وصلت الاستثمارات الإماراتية في مصر ستة مليارات وسبعمائة مليون دولار كما زادت صادرات مصر إلى أبو ظبي إلى مليارين وثمانمائة مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 ومع تبني مصر لمبادرات تجديد الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب من خلال ضحض الأطر الفكرية التي يبني عليها تأويلاته الفاسدة للشرع الحنيف يبرز دور التعاون الثلاثي من خلال تبني الإمارات العربية للعديد من المبادرات التي ترسخ فكرة التعايش السلمي واستضافتها لمجلس حكماء المسلمين الذي يرأسه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وهي الجهود التي تأتي بالتوازي مع إطلاق الرياض للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف المعروف باسم اعتدال اشتركوا في القناة